متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب الميداليات في الألعاب العربية التي تجرى حاليا في الجزائر لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد إذن ما زالت الجزائر في صدارة ترتيب البلدان العربية المشاركة في الألعاب العربية الرياضية التي تجرى حاليا بحيث حازت على العدد الأكبر من الميداليات منذ بداية المنافسة وتملك الجزائر في جعبتها 87 ميدالية منها 38 ميدالية ذهبية 22 فضية 27 ميدالية برونزية بينما تتواجد البحرين في الرتبة الثانية برصيد 29 ميدالية منها 14 ذهبيات وثمانية فضيات و7 برونزيات وفي حين تحتل المغرب المركز الثالث بواقع 36 ميدالية منها 7 ذهبيات وتسعة عشر فضية وعشرة برونزيات بينما تتواجد سوريا في المركز الرابع بست ميداليات ذهبية وثلاثة فضية وستة برونزية وبمجموع 15 ميدالية بينما في المركز الخامس تتواجد تونس بخمسة ميداليات ذهبية 18 فضية وثمانية عشر برونزية وبمجموع 41 ميدالية وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد